بمناسبة عيد العذراء مريم سيدة الحبل بلادناس توجه قداسة البابا فرانسيس إلى ساحة إسبانيا في روما للقيام بفعل التكريم السنوي التقليدي وبعد تلاوة طلبة العذراء تلل أبو الأقدس صلاة شكراً شكر فيها أمنا العذراء على حضورها المميز الذي يمنحنا التعزي والرجاء لأن وجودها والنظر إليها يجعلنا نشعر بالثبات في هذا الإيمان الذي تمتحنه الأحداث التي نعيشها في ظل حرب جعلت شعوباً معذبة تعيش في دوامة العنف وأمهات يبكين أبناء قتلوا وغادروا في رحلات مليئة بالرجاء اليائس ودعا قداسته سيدة الحبل بلادناس قائلاً نسألك أن تجف في دموع الأمهات الثكالة ودموع أحبائهن وتساعدين لكي نقوم بمسيرة تربية وتطهير وأكد البابا فرانسيس في ختام صلاته أن لا سلام بدون مغفرة ولا مغفرة بدون توبة ثم ناشد يسوع قائلاً تعال أيها الرب وليأتي ملكوتك ملكوت الحب والعدالة والسلام